اشتركوا في القناة وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لمن مرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حبًا جمًا كلا إذا دكت الأرض دكاً وجاء ربك والملك صفًا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنّا له ذكراً يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي